هناك من يرى بأن ما يحدث ليس تعديل على القانون إنما هو حرفيا نسف لقانون الأحوال الشخصية خاصة وأنه سيتم استبداله بمدونة يكتبها رجال دين بدلا من خبراء القانون فهذا الأمر إلى أي مدى يثير المخاوف من تقسيم العراق أكثر ويعني سيكون هناك عكاسات أيضا على السلطة المدنية أكيد يعني هو حسب ما يتم تجديد طرح هذا الملف يعني هو إذا قلنا أنه سيركن أو يهمل وبالمناسبة يعني بعيدا عن روح المقايضة التي تحصل الآن أنه ما نقر لكم هذا القانون إلا مقابل قانون يقابله يعني هذا مقابل ذاك سواء على مستوى موضوع رواتب الحشد أو قانون تقاعد الحشد أو حتى على مستوى هذا القانون مدار البحث الذي نتحدث عنه موضوع المقايضة أيضا يمكن هذا ولو ما اطرقنا عليه لكن أيضا هذا مقلق في التعاطي يعني في موضوع التعاطي بين المكونات أو ممثلين المكونات تداعياته طبعا إذا ما أعيد طرحيه مجددا في أي وقت قادم من هنا إلى الانتخابات القادمة ربما يعاد فجأة يعني ويطرح القضية مو قضية تتمسك بالتشريع السابق وإن كانت طبعا مرضي عنه ولم يثبت عليه أي خلل ربما تحصل بعض جوانب تخص ذاك التشريع الأول لكن المسألة يعني فيها بهذه القضية أنا أجزم أنه كثير من النواب بمختلف مكوناتهم لم يستأنسوا برأي قانوني نعم أنت تصوري أنتوا يعني أنطالع نتابع أبو ممثل القانوني أو أحد أعضاء اللجنة القانونية في البرلمان يقول أننا طرحنا أن نحن نقف إزاء هذه القوانين أو هذا القانون بالذات بشكل محايد صوري أبو اللجنة القانونية يقول أنه نطرح هذا الموضوع ونحن محايدون يعني قد يعاد طرحه إذن أستاذ رعد والوقت سيكون يعني كفيل برسم المشهد لنا شكرا جزيلا على كل الإضاحات والمعلومات الخبير الاستراتيجي أستاذ رعد هاشم كنت ضيفنا اشتركوا في القناة